مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص لتنصف في سلم الصفة من دور عضو مجلس مدينة صدار بدا المناسبة هي انتفادة المعارضة داخل مجلس مدينة صدار بدا في الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم ثلاثاء اليوم عشرين يوانبير الفيديو عشرين ضد عدم تمثيل ديالها في مجلس مجموعة الجمعات الترابية لتوزيع هذا المجلس والذي يكون يعني يراقب او يدبر قضية شركات التوزيع للماء والكهرباء اللي غايتم إحذارت ديالها مستقبلا من اجل تعميق النقاش حول هذه القضية دي كما قلت سنستضيفه السي مصطفى من دور مصطفى من دور مرحبا بك شكرا سي حمد على الاستضافة وشكرا لمتتبعي انفاس برس سي مصطفى واش كان شي مبرر لديك انتفادة لدارة المعارضة داخل المجلس مدينة الدارة داخلتنا في الدورة السيئة هي عقداتي يوم 18-12-29 حيث بك أن الانتفادة لديك احدها سي مشكلة وغضاء لا أبدا المعارضة المتنتفد انتفادة لا نسي قلل انتفادة هذه المصطحة كبير المعارضة طالبت باحترام القانون وبتطبيق منود القانون لأنه كما يعلم الجميع أن بعد تشكيل المكاتب يتم تهيئ نظام داخلي من طرف الأغلبية ويتم التصويت عليه من طرف المجلس وهذا ما تم على مستوى جمعة الضربدة وتم التأشير عليه من طرف جهات ويساية من طرف ويزارة الوصية سمتة المراقبة ومالي تتم تأشير عليه من طرف سمتة المراقبة فنحن ملزم كأعضاء دين المجلس من حسيرام دينه ممكن لك تبقوا عليه الوقت اللي تبغي والتعامة والتغاضع للتطبيق دينه الوقت اللي تير شقلك وين المادة اللي ستقول بأنكم ستكونوا حاضرين في هذا المجلس والمادة 120 المادة 120 تتكلم على تمتيل النسبي ومعارضة في انتخاب منتدابين هذا القانون لا تطلبوا شي حاجة ليها غير قانونية وبالتالي مع الأسف أن هذه الهالة اللي وقعت وذلك الفوضى اللي وقعت وذلك ما كانش يمكن لها وكانش يحوش لتخليم مثلا عمدت مدينة دار بيدان ما تلتسمش هذا النظام الداخلي اللي مصوت عليه أصلا والأغلب يديا لسي مصوت على النظام لقد قلتها ونتنا نعود نأكدها أنها كان فوردة عليها كيفاش فوردة عليها؟ رئيسة مجلس كان عندها رغبة أرادها بتطبيق القانون وبإشراك جميع المكونات جميع الفرق الممتلة داخل مجلس عشية هذه إنعقادة الدورة ربما وقع ما واقع ويوم إنعقادة الدورة فوجئنا بقرار إبعاد المعارضة الشيء الذي لم يرق عزاب المعارضة والتمتيلة ديالهم هي تمتيلة إضافية مش تمتيلة إيرصورية غادي تكون ممتلية من ذلك ولكن هتكون تمتيلة إضافية والجميع يعلم ما يوجد بالمكوين التركيبة لهم الحالية ديال المعارضة فيها قطن لهم المجلبة والكفاءة وهذا في تدبير العدو التنمية يقولون بأن ما تصلت بهم قبل الدورة وش تصلت بكم تانتم ما في كانتصال كانتصال وتحدد تم احترام النسبة وتم تحدد عدد كل فرق وشلو اللي وقع ممورة الانتصال هسادي أم عرف عشلوق أذك أمر يتبليل وصباح صباح قالوا النار ما وقع ولكن اليوم رمش الأغلبية المعارضة انتفضت ثلاث الأغلبية انتفضت كان بغيت ما يتمثل لهم نسأل أنه ما لأسف الندم بحلات الديموقراطية بحلات الديموقراطية حتى وصل الأحزاب الاغلبية داخل الهم لم تأكل الديموقراطية وتم اختيار العناصر بطرق الديموقراطية كانت تعينات كان هذا يمكن اختيار الديموقراطية في اختيار أجود وفي اختيار العناصر التي يمكن لها تفيد اليوم حتى الناس اللي تم اختيار ديالهم الانتدام ديالهم ما عرف انتظر لهم كان يتيح التابر انه وراغ الديموقراطية بدي حكم في الجهة الضرب الديماء والضو وقدر يحطي لهذا الضو وقدر مرحلة في العكس انه هديرة مرحلة الأولى ما زال مراحل أخرى تجد الشركات في دار رجع جامعة الترب اشخة دير اصلا بالنسبة انتم مكان معارضة واش نستقطب هنا تكم ولا غير كان كل حزبتي عبر عن وجه النظر دياله بحلش يعني واش نستقطب قضيتي الاحتجاج والغضب ولا كان كل حزب لا احتجينا احنا لم نحتج ما احتجينا وما طالبنا باحترام القانون القانون يعطيني الحق كفارق عندي تمتيني ديال الفرد كما هذا حق هذا حق ماشي هذا حق تنسيق حول القانون احترام القانون احترام القانون احنا نستقنا من اجل المعارضة من اجل المعارضة حنا كانت نسيق على اساس احترام البلود للنظام داخلي لاحة البعض يقول بان هذه خطوة اولى من اجل التنسيق المواقف بالنسبة المعارضة داخل مجلس مدينة الطالب لا وقع المعارضة كانت نسيق ولكن نحنا حزب واحد المجموعة هذه الأحزاب ربما نتفق وحول النقطة كما نختلف وحنا في حزب تقدمون الشركية نقوم بالمعارضة من اجل المعارضة نقوم بالمعارضة الوطنية الديمقراطية البناء وعبرنا عليها عدة مرات واختلف مع الاخوان في العدالة والتنمية على مجموعة هذه النقاط كما اننا نتفق معهم ومع الاخوان الآخر في الاتحاد الشركي وفي الحزب الشركي الموحد حول بجموعة هذه النقاط وكان اختلف لأن الان الان تابقوا وكلنا على واحد هذا وندمجوا كنا في هذه مواقف نا وخلج اليوم نأخذ سيحمد إلان نأخذ ونرجع ونرى تاريخ عيد ونفسه المجلس تعاون كانوا كتابتوا ونضربوا وقصونا حزب تم القصاء دينا من تمتيل داخل المجلس تعاون لم يجتمع المجلس تعاون ولو اجتمع واحد بالأغلبية دي الأعضاء وراء تقول التهافو تعال الأعضاء داخل المجلس الجديد اللي غي خرج الوجود يعني ما عنده شي مبرئ لأن هذا المجلس وتيتصدله قضية مجلس التعاون اللي لم تيعقدش بتعاون تسعين في المياه الأغلبية التي كانت ولم تحضر وهذا يجرون الحديث على مجلس اللي تكون مياه من 131 عضو الاجتماع الدين اللي جان مجموعة وليس معدودة على الأصابيع تتجاوز عشان عضو وعضو ومالك يحضر المعروفين المعروفين تيجه مش معروفين التزام الأخلاقي عندهم التزام الأخلاقي تيجي وتحضر الاجتماعات وتيناقش وتقدم اقتراحات إلى في حين المياه والمياه وعشهر ما تجي ولكن من يك انتخاب المنتجبين وكي بانهم يجي يقول لك لا تنخص لنكون حاضر وهنا يحضر النجال ودليب الدور وطرافع المشاكل المواطنين وحضر ودافع عليها ودافع مجموعة الجماعة السوربية كيف يكون الدور للمستقبل هذا ما ترقب الشركة الجديدة وماذا ما ترقب اليوم تكون شركة مساهمة القطاع الخاص ومساهمة القطاع الخاصة تكون مساهمة 90% وماذا تبقى 10% للدولة عشرة الدولة تبقى لمنك الحق لوروغارد المراقبة وبعدها ما ترقب بالبعيد ما ترقب الحق دي تصير ولكن لاجلسة وتسير وتدبير هذي يبقى الشركة يوم مجلس المجلس الحلام التي كان حاليا تسير عدد النقاش كيف الدور دي هذي يبقى مجلس دي الجيهة مسغر عنده اختصاصات دي محدودة وهذي اختار أو هذي انتاد أو هذي صوت على رئيس وربعادي النواب وهذي الرئيس وربعادي النواب بما هو يقعد من حق دي تمتيل دي دي المجلس عند دي الشركة وتقديم اقتراحات الى اخره اما بقي اعضاء المجلس بما يجبع ايش اختارات في العام ولا اختارات في العام وال احترال الامور ما زال ما واضحاش ما زال ما عطلاش مساهمة المجلس المتخابة سنوية الاختصاصات دي المجلس مقرر لقرار التنظيم اللي حدد الاختصاصات كيف اختيار دي الشركة والتسوية الوضعية مع شركة لانيديك لان العقد مع شركة لانيديك مدة دي انتياع دي الو الف وعشرين واش حنا من الف وعشرين نكون جاهزين العلاقة التي تربط هذه الشركة جديدة مع الاجراء شركة لانيديك وكذلك المكسب الوطني اللي تمزيع الماء والكهرام مجموعة دي اله دا اللي ربما ان التاريخ ولي غادي واخن انشت قدمت طالب الوالي باش يدخل في القضية دي المعارضة دي المجلس دا يعني في حالة ما كان شوح تدخول لشن الخطوة لغا المعارضة المعارضة طالبت ملوالي بتطبيق القانون باحترام القانون ويه ها احترام القانون انك القانون ما تيعطيش لدي الحق دي المعارضة التمتيلية داخل المجلس يبلك وديرا ما عندكم حق وكنك القانون تعطيه الحق دي التمتيلية تطالب الخطوة المقبرة ستجتمع هذه الأحزاب فيما بلا وتتخذ قرار المناسب يمكن لجوء القضاء يمكن طلع طرق قانون هذه أولا سين صفا شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي شكرا على المتابعة وإلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله